أيضا شيخ ثبت نفعه بالتجربة واحد سوى تجربة ونفع هل يدخل هذا في نطاق المباح الشيخ؟ لا الأمور الذي يتعلق بالعقيد لا يأخذ بالتجربة فيه إنما يرجع إلى الأدلة لأنه قد يحصل النفع بالشيء الذي لا يجوز اتخاذ يحصل فيه نفع من باب الاستدراج والعقوبة لصاحبه فليست العبرة بحصول المطلوب ولا بحصول النفع دون أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة على مشروعية هذا الشيء نعم